اهلا بكم يا شباب في الحلقة التالتة من سلسلة character animation الحلقة دي هتكون عبارة عن ان احنا هنجهز scene بتاعنا او المشهد بتاعنا وبعدين هنجيب الشخصية من mixmo ونجيب كمان الانيميشن اللي هنستخدمها فيه مبعد بنبدأ باول حاجة بنجهز المشهد بتاعنا اختار الارضية دي مش عايزينها نمساحها ونمساحها برضو مش محتاجينها نخش على landscape تاكد ان انت في new وغير المساحة بتاعتها لنخليها سبعة في سبعة ممكن تغير وتقلل هنا برضو كنعمل create هيعمل لك landscape ارجع من modes select بعد ما تعمل create هتلاقي الخطوط دي ظهرت عندك ده بسبب ان الاضاءة مش معمول لها build ما هوريكو ازاي تحيلوا المشكلة دي بعد شوية بعد كده نخش على geometry box ونسحب واحد ونرميه هنا عشان نبتدي نحط زي الحيطان كده حواليها تابع معي تقدر تغير بتاعها تغيرها من هنا ان انت تدوس على علامة او بزرار او تغيرها من هنا كده مسلا السامي ده بيرجعها تاني زي الاول بتاعها والافل ده وظيفته انت لغل لو دوست عليه وجيت تغير في واحدة هتلاقي الكل بيتغير معها تابع معي شوف هعملها ازاي كده اول box تحط وتزبط عشان تساين الموضوع وتعملها على box الناحية التانية او تعمل لها duplicate تلاقي box brush لو اول واحد box brush التاني تخش على box brush الاولاني تيجي عند ال location click ايمين copy بعدين تيجي على box brush التاني location paste الجزء اللي في اتجاه السهم اللي هو رايح كده بيبقى بالموجب والجزء اللي عكسه بيبقى بالسالب فعشكي احنا هنخليها بالسالب وجرد ما تغيرها هتخليها بالسالب هتلاقي اتنقل الناحية التانية على طول بالزبط فاحنا عايزين box brush الكاميرا ربعة تتنقل الناحية التانية اذا هتتحرك في اتجاه ال اكس بالسالب فاحنا هنغير الرقم بتاع الاكس هنخليه بالسالب في حاجة لازم تاخد بالك منها انك بعد ما بتعمل create للاندسكيب بتلاقي تنزلت تحت شوية وده غلط هترفعها فوق هتلاقي كاتب لك عليها بات سايز ولما تيجي تدوس وانتحادت الكاركتر هتلاقي الكاركتر نزلت تحت الارض وده مش مزبوط فاحنا نرفعها شوية عن الارض هتلاقي عندك زرار اسمه ان ندوس عليها هتلاقي نزلت في نفس المستوى بتاع الارض بالزبط بعد كده عشان نحل المشكلة بتاعت الخطوط اللي هي بسبب الاضاءة او تخش على السهم اللي جنب اول اختيار عندك هتدوس عليه هيبتدي يعمل هتسيبه لحد ما يخلص وبعد كده تلاقي الخطوط دي اختفت كده يكون اول جزء في الفيديو خلص نتنقل على الجزء التاني هنروح على بعدين نختار الكاركتر بتاعتنا ونختار اللي هنحتاجها ونبتدي نعمل لها او نحطها جوه ونبتدي نزبط الملفات بتاعت البروجيكت يلا بينا نكتب عادي هيطلب منك تعمل او لوج ان ما تقلقش من الصورة دي انا عشان عامل بس دارك مود في جوجل كرام عشان كده هو عامل الصورة كده ما تقلقش زي ما احنا شايفين هو وضع الموقع هتلاقي عندك فوق والانيميشن هنخش الاول على الكاركتر نكتب في السيرش بتاعها وايبات الكاركتر اللي احنا هنستخدمها ان شاء الله لو عايز تغير الكاركتر براحتك بتدي تعمل لها داونلود فورمات بتاعها والبوز هيبقى اللي هو الوضع ده زي حرف تي داونلود بعد ما تعمل لها داونلود بتقدر تخش جوه بتعمل تختار الفايل بتعمل هيفتح حالك تقدر برضو تخش على الملف نفسه تعمل سلكت عليه تسحبه تحط جوه انريل هيفتح لك هنا شوية اوبشنز اهمها انت تجي عند السكيلتون وتسيبه فاضي وانك تسيب السكيلتون فاضي معنى كده ان هو هيعمل السكيلتون جديد مع نفسه وفي الحالة دي هو السكيلتون بتاع ميكسيمو نو انت مسلا عامل كاركتر من برنامج تاني وعمل السكيلتون خاص بيها هتسيب برضو السكيلتون فاضي عشان يضيف السكيلتون اللي انت كنت عامله تسيب الباقي زي ما هو امبورت بعد ما عملنا امبورت للكاركتر هندخل على الانيميشنز وبنبتدي نجيب الانيميشنز اللي احنا محتاجينها اول حاجة هتكون الايدل او حالة السبات بتاعت الكاركتر عطاكت دي كويسة ومناسبة تقدر هنا تزود السرعة بتاعتها تلاقي بقت اسرع شوية وهنا الكاركتر ارميس بيس كل ما تقللها هتلاقي دراع الكاركتر بيقرب من جسمه كل ما تزودها هتلاقي دراع الكاركتر بيبعد عن جسمه بس احنا عايزين الحاجة ترجع للديفولت بتاعها زي ما هي نعمل لها داونلود كيه نيجي على تاني حاجة اللي هي الوووكينج دي كويسة طبعا زي ما انتم شايفين اول ما بتخلص هتلاقي الكاركتر بترجع تاني من مكانها وحشان نحل المشكلة هتعلم على ايم بلايس هتلاقي بتتحرك في مكانها وده اللي مطلوب نعمل لها داونلود والفريمات بتصيبها تلاتين زي ما هي لو زودت الفريمات خلتها ستين هتلاقي الانيميشن بايت اسرع وبعد كده اخر حاجة اللي هي او اختار المناسب ليك ويعمل لها بعد كده تختار الانيميشن زي انت حملتها ونيجي هنا هتلاقي على طول عامل لك بتاع الواي بوت ولو هوا مش معمول لتاكد انت عامله هتسيب بقى الابشن زي ما هي هتلاقي ايم بورت وامبورت اول الفرق ما بين ايم بورت وامبورت اول ان ايم بورت في الحالة دي مسلا انت مختار تلات او اربع ملفات لو دست ايم بورت هيزهر لك القائمة بتاعت الابشنز دي تلات او اربع مرات انما لو دست ايم بورت اول هيعمل لك ايم بورت لهم كلهم مرة واحدة وكلهم يتطبع لهم نفس الابشنز فعشان نسرع العملية اكتر فاحنا نعمل ايم بورت اول كده هيكون عملنا ايم بورت للكاركتر وللانيميشنز اللي احنا محتاجينها نبتدي نزبط الملفات بتاعتنا كده تكون حالة النهاردة خلصت اشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة